برضو من ضمن الحاجات المسيرة للجدل انا بعتبر احمد عيد عبد الملك واحد من الناس النشطة جدا على السوشيال ميديا ودايما بيقول الكلمة لها معنى ولها ردت فعل خوة جدا احمد عيد عبد الملك كان عمل تويتا او اعتقد بوست على الفيسبوك اتكلم فيه او عن حفظ التحقيق مع سيد عبد الحفيز بودير القرى بالاهلي بيقولك حفظ التحقيق علشان الموقع اعتذر والفيديو اللي مصر كلها شافته مش ادانة ولا تهكم منه على الحكام ولا بيقول اسامي حكام بعينهم ولا بيجيب سيرة النادي المنافس اللي وزى ملك طبعا ومعندوش نظرية المؤامر ابدا بس مرتضى منصور اللي كان بوز الرياضة في مصر وعمل احتقان اف دمه خفيف عودنا احمد عبد الملك في الفترة الاخيرة انه بيكون حاضر وافهاته جاهزة